بصراحة مؤتمر الرياض لا يمثل طلاعة الشعب السوري نحن نعلم كل هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات ما تحت الطاولة نحن نعول على مؤتمر الرياض نحن نعول على الشعب السوري نعول على إيرادة الشعب السوري نعول على مقاومة الشعب السوري هذه كل مؤتمرات كلها ضحك على الليحة كلها اتفاقيات ما بين الدول في الحقيقة الشعب السوري بات يدرك جيدا أن هذه المؤتمرات ما هي إلا مؤامرات في سبيل إنضاج المخطط الذي رسمه واضعوه ومهندسوه السياسة الدولية وبالتالي فكلنا يدرك أنها لعبة دولية مخابراتية تأخذ شكل مسلسل درامي بالنسبة لمؤتمر رياض المنعقد في المملكة العربية السعودية هذا المؤتمر لا يمثل آراء الشعب السوري ولا يمثل طموحاتهم السبب أن هذا المؤتمر لا يمثل طموحات الشعب السوري وموجود فيه منصات تمثل النظام منصات تمثل موسكو كل هذه الأطراف الموجودة في هذه المنصات معادلة للشعب السوري